لا تعتقد أن الديمقراطيين بشكل أو بآخر بدأوا يتجهزون لمرحلة فشل المفاوضات النووية وأننا قد نكون أمام هذا القرار أنه إذا فشلت المفاوضات النووية وبدأت المسيارات تضرف في المنطقة مثلا من قبل الإيرانيين وميليشياتهم بأن هذا القرار جاهز ويفتح فرصة لبايدل للتصرف خاصة وأن القيادة الأمريكية المركزية الوسطى قائد القوات المركزية الأمريكية كينث مكينزي كان واضحا بين الخيار العسكري موجودا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد بينهم يهيئون لفشل المفاوضات النووية؟ أنا أعتقد بأن لا لزوم للعودة إلى التفاهم النووي لأن التفاهم النووي ينتهي مفعوله في سنة 2030 يعني بعد سنة 2030 لإيران الحق في إنتاج القنبلة النووية لأنه لن يكون هناك اتفاقية أو تفاهم هي ليست اتفاقية ولكن هو تفاهم لأنه لا أمريكا وقعت عليها ولا إيران وقعت عليها والرئيس أوباما آنذاك طلب من الكونغرس الأمريكي من مجلس الشيوخ الموافقة على هذا التفاهم رفض مجلس الشيوخ آنذاك إن كانوا من قبل حزب الديموقراطي أو من الحزب الجمهوري رفضوا هذا التفاهم عندئذ لجأ الرئيس أوباما آنذاك إلى مجلس الأمن ليطفي على هذا التفاهم شرعية دولية يعني حاول جعل المجلس الشيوخ في دائرة ليس بإمكانه أن يفعل أي شيء لذلك الدستور الأمريكي لا يعتبر هذا التفاهم اتفاق ولكن هذا التفاهم مفعوله ينتهي سنة 2030 ذكرت حضرتك عن الطرود المركزية وذكرت مثلا عن فوردو المكان الجبل الذي تبني فيه اليوم إيران الإنتاج النووي هذا المكان بإمكانه أن يتسع إلى ثلاثة آلاف طرد مركزي ثلاثة آلاف طرد مركزي من الطرود المتقدمة جدا اليوم ذكرت مثلا أنه يوجد حوالي 160 طرد مركزي في فورهود ولكن بإمكان ذلك المكان أن يتواجد فيه ثلاثة آلاف طرد مركزي التفاهم النووي يقول بأن على إيران ألا تخصب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67% إيران الآن وصلت إلى 20% نعم وقد تصل قريبا إلى 60% طيب هي 20% في فوردو وكذلك في ناتانز وصلت إلى 60% وإسرائيل هيوم اليوم تحدثت وقالت بأن الآن إسرائيل غير قادرة على مهاجمة المنشآت النووية بحسب هذه الصحيفة وهي تتحمل مسؤولية ما قالته وهم يشعرون بالخطر لذلك بحسب هذه الصحيفة هي تؤكد بأنهم يتأملون من بايدن أن ينجح في طبيعة إيجاد اتفاق معين الآن لتجميد هذا التقدم في تخصيب اليورانيوم إلى أن يتمكنون من هذه القضية لأن منشأة فوردو محمية تحت الجبال بعمق كبير جدا وبحسب بعض التحليلات لبعض الخبراء العسكريين أكدوا أن ضرب منشأة فوردو شبه مستحيل على الولايات المتحدة الأمريكية ما هو أردك على ذلك عندما اكتشف أوباما بأن إيران تعمل على الإنتاج النووي في فوردو عندئذ قرر البنتاجون في أيام أوباما بناء صاروخ بإمكانه أن يخترق الجبل قبل الانفجار بمعنى أن يتم الاختراق في الجبل ثم يتم الانفجار هذا الصاروخ في الوقت الخاضر ثقيل جدا ولا أعتقد بأن بإمكان إسرائيل الطيران الإسرائيلي أن يقوم بعملية من هذا النوع في الوقت الخاضر لا أدري فيما إذا كان في المستقبل ممكن مساعدة إسرائيل في هذا الأمر ولكن بإمكان الولايات المتحدة إذا ما قامت بحرب ضد إيران بإمكانها يعني ضرب المواقع الإيرانية بشكل قد يكون هناك خرابا تاما في هذه المناطق بحيث لن تكون صالحة لإنتاج أي نوع من الصواريخ النووية أو أي شيء أو أي سلاح نووي ولكن الاهتمام في الوقت الخاضر في واشنطن هو أن الرئيس بايدن لا يميل إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران هناك عدة استبدالات للحرب بإمكانه أن يقوم بها بدون قيام بعمل عسكري ولا أعتقد بأن إسرائيل في الوقت الخاضر تريد أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران المهم في الوقت الخاضر هو شراء الوقت يعني حتى لو لم يصل الأطراف إلى تفاهم أو اتفاق حول هذا التفاهم بإمكان خفض هذا التوتر المتواجد حاليا من خلال مثلا الإجراءات التي ذكرتها سابقا الإلكترونية التخريبية المسائل الثانية حرق المناطق ضرب المناطق مثلا في تفجير المناطق هناك من يقول مثلا الانفجارات التي حصلت في السنوات الأخيرة في الأماكن التي تقوم بها إيران بإنتاج السلاح النووي تفجرت لأنه عندما بني ذلك المكان هناك من وضع متفجرات إلكترونية أثناء البناء إذن هناك عدة أمور يمكن القيام بها بدون الحل العسكري